الإدارة المحلية هي عصب أي دولة بل هي العصب الرئيسي لأي دولة لأنه في النهاية المواطن العادي حياته مرتبطة بالإدارة المحلية وده هيخليني هسأل أول سؤال ممكن يجي على بالي إيه مشكلة الإدارة المحلية في مصر؟ طبعا الإدارة المحلية في مصر يعني بتواجهها العديد من المشكلات يعني يمكن على رأس هذه المشكلات مشكلة عدم وجود المجالس المحلية منذ 2011 وحتى الآن وطبعا المجالس المحلية وجودها مهم يعني سواء من الناحية الدستورية أو من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية وخاصة أن المجالس المحلية يعني بتعتبر هي المؤسسات التدريبية اللي بيتم فيها تدريب الأفراد أو الأشخاص على الممارسة السياسية واللي هي ممكن تؤهلهم لوظائف أعلى فيما بعد يعني ممكن كتير من الأعضاء اللي هم في الغالب بيبقوا بارزين على مستوى مجلس النواب مش بس في مصر ولكن في دول أخرى بيكونوا أساسا بدأوا حياتهم السياسية على مستوى المجالس المحلية أعضاء مجالس محلية لأن طبعا أدوار المجالس المحلية تقريبا هي نفس الأدوار بتاعة البرلمانات أو مجالس النواب سواء من حيث صنع السياسات والقرارات والخطط أو من حيث دورها الرقابي وبالتالي الشخص اللي بقعوده في مجلس محلي هو بيمارس نفس الأدوار إذن لما بيبقى عضو مجلس النواب أعتقد هو ما بيبقاش محتاج لأنه يتعرف دوره إيه أو يعني إزاي يصيخ سؤال أو إزاي يصيخ طلب إحاطة أو استجواب لأنه هيكون بارس الأدوات دي بالفعل وهو كان عضو مجلس محل ده يعني من أهم التحديات التحديات التانية مشكلة يعني عدم وضوح السلطات والاختصاصات بتاعة الوحدات المحلية أو الإدارة المحلية في مصر والتداخل ما بين اختصاصات الوزرات والاختصاصات المحلية ممكن يبقى دي المفروض تبقى اختصاصات محلية ولكن ما هيش واضحة بالنسبة للممارسين على المستوى المحلي وبالتالي ممكن تتدخل فيها الوزرات مع أن المفروض دي تبقى اختصاص محلي والمفروض أي وزير أو وزارة ما تشغل شبالها أو نفسها بقضايا يومية أو كده ولكن يبقى دورها الأساسي هو في صياغة السياسات ومتابعة تنفيذ السياسات من ناحية الفنية مشكلة أخرى تتعلق بالتمويل المحلي يمكن دي أهم المشكلات برضو اللي هي يعني طبعا عشان الوحدات المحلية تقوم بذورها كما يجب وأن هي تقدر تضح خطط وأن هي تتخذ قرارات وأن هي تنفذ هذه الخطط وأن هذه القرارات لابد أن هي تمتلك مش بقول كل الموارد المالية اللي هي تبقى محتاجة لها ولكن على الأقل تمتلك نسبة معينة من الموارد المالية تبقى فيتها أن هي تقدر تجيب إيرادات مالية من خلال إمكانية فرض ضرائب معينة اللي هي في الغالب في الدول الأخرى الضرائب العقارية معروفة دايما بأن هي ضرائب محلية يعني تفرضها الوحدات المحلية من خلال إمكانية يبقى لها دور في فرض رسوم معينة أنه ممكن يبقى لها دور في الاقتراض ولكن بيبقى له شروط طبعا ما بيبقاش حق الوحدات المحلية في الاقتراض أنه حق مطلق أو كده ولكنه حق مقيد فهنا مشكلة التمويل في مصر مشكلة كبيرة يعني بتمثل عائق رئيسي أمام الوحدات المحلية وأمام قيامها بدورها يعني لو قلت مشكلة تانية برضو مشكلة المواطن نفسه وعدم إدراكه لأهمية الإدارة المحلية أو قيمة المجالس المحلية يعني مع أني طبعا المفروض الإدارة المحلية والمجالس المحلية هي الأقرب للمواطن والتي هي اللي بتهتم بأموره الحياتية وبالخدمات اللي هو بيحصل عليها يعني لو قلنا من المهد إلى اللحد يعني المفروض هي دي اللي هو بيحتك بيها وهي اللي بتوفر له الخدمات أكثر من عضو مجلس النواب لأن عضو مجلس النواب له اهتمامات مهمة تشريعية ورقبية السياسات العامة الاتفاقيات الدولية أو ما إلى ذلك لكن المجلس المحلي ونظر مهمتها أنها بتقدم الخدمات للمواطن توفر فصول في مدرسة مكان للتلميذ وخدمة صحية أو غيرهم من الخدمات هنا المواطن ربما لضعف دور الإدارة المحلية في السنوات السابقة أو كده هو لا يدرك للأسف أهمية الإدارة المحلية وبالذات أهمية المجالس المحلية مع أنه زي ما قلت المجالس المحلية دي اللي هي بتدربه على الممارسة السياسية اللي هي بتمكنه من الحصول على حقوقه سواء كان حقوقه السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ومن هنا يمكن حتى بقول أن لجنة الإدارة المحلية بالذات في الحوار الوطني أن هي بتتداخل مع اللجان الأخرى بتاعة الحوار سواء كان لجنة الحقوق السياسية أو لجنة حقوق الإنسان أو لجنة الأحزاب السياسية حتى لأن برضو الأحزاب السياسية وعند هناك عدد كبير من الأحزاب السياسية ممكن ما يبقاش معظمها عنده القدرة على أنه يبقى له تمثيل في مجلس النواب ولكن ممكن وجود مجالس محلية تمكن هذه الأحزاب ما يبقى لها تمثيل في المجالس المحلي بالإضافة طبعا للجان المهتمة بالخدمات زي التعليم والصحة والزراعة وغيرها فهنا ده بيؤكد أهمية موضوع الإدارة المحلية